مع اجتداد الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف العملة اللبنانية نشطت خلال الأشهر الماضية حركة تهريب السلع التموينية والمواد الأخرى من لبنان إلى سوريا فريق التلفزيون العربي رافق أحد المهربين في رحلة التهريب نتابع ثم نبدأ نقاش يضع صالح الأرز والسكر والزيت المدعومة من الحكومة اللبنانية وغيرها من الأصناف في سيارته يكدس المواد استعدادا لرحلة باتجاه الأراضي السورية لبيعها هناك بأضعاف سعرها انطلقنا معه في رحلته على طريق ترابي مستعدد هو طريق غير شرعي يصل إلى الأراضي السورية رحلة نغامر معه فيها نحن عم نقرب على حدود تقريبا أكيد لم يهرب حسب إمكانياته يهرب فيه ناس بتهرب بسيارات صغيرة هيا بتكونوا مهربين صغير وفيه المهربين الكبار بيقطعوا شاحنات لما بتاخد المحروقات من لبنان على سوريا أدي هيدا التجارة بتردلك مصاري؟ كتير يعني؟ هون أدي حق دنك البنزين؟ أربعين ألف هونيك حق مئة وخمسين ألف تنتهي رحلتنا مع صالح على مشارف القصير لنبدأ رحلة استكشاف أخرى ندخل المشرفة بلدة لبنانية تتدخل فيها الحدود والأراضي بين لبنان وسوريا كما هو الحال في نقاط عدة هنا شرقي لبنان في هذه النقطة تمركز عسكري للفرقة الرابعة في الجيش السوري وجود أمني سوري واضح خلف الحدود ومع ذلك حركة تهريب وإن كانت خجولة تخرق صمت المكان هنا وفي هذا المكان أيضاً ينتشر حرس الحدود السوري أو ما يعرف بالهجانة وما يرافق هذا المصطلح من خوف فهؤلاء لا يترددوا مرة بإطلاق النار باتجاه من يقترب من الأراضي السورية هنا حيث أقف أراضي لبنانية وخلف هذا الستر التربي أراضي سورية حدود متداخلة مقفلة بالشكل ولكنها مشرعة هنا كما في نقاط أخرى للتهريب جيس الحشخوري العربي من الحدود اللبنانية السورية شرقي لبنان شكراً لجويس الحشخوري على هذا التقرير وينضم إلينا من بيروت لويس حبيئة الخبير الاقتصادي والمالي أهلا بك أستاذ لويس معنا إذن هل نحن اليوم أمام خط عسكري جديد يربط بين البلدين أم أن عمليات التهريب لم تتوقف ولا بأي يوم من الأيام عمليات التهريب حكماً لم تتوقف وأنا ما بسميه خط عسكري ليه خط عسكري هذا خط هذا خط فساد بيربط اللبنانيين بالسوريين أنا ليه ما بسميه عسكري لأنه شؤون عليها العسكر فيه يعني بالضرورة ولكن خط تعالى في الحدود اللبنانيين السورية فيه خط الرسمي وخط غير الرسمي مافيا لبنانية سورية فيها من كل شيء ومغطات سياسياً وغض نظر أمني يعني هالشيء ما ممكن يستمر لو ما فيه طغطية سياسية للموضوع وقال له ماذا يمنع ترشيد الدعم بلبنان يعني وقال نحن بلبنان عم ندعم ولا يستفيدوا منا غير اللبنانيين من مكان غير اللبناني يعني بيكون فيه شيء غلط ولحد اليوم ما فيه فكرة حول كيفية ترشيد الدعم يعني بيحكوا عنها ولكن لحد هلأ ما صار شيء أبدا نعم طب أستاذ لويس ما موقف الجانب اللبناني نعم ما موقف الجانب اللبناني اليوم خاصة مع انتشار واسع لفيديوهات مؤلمة جدا تأتي يوميا من لبنان من شوارع لبنان وسوبرماركيات وكل المحال التجارية عن عراق وحروب يعني تؤدي إلى ضحايا بسبب مواد غذائية بسيطة جدا لم تعد متوفرة شوفي نحن اليوم بلبنان بوضع في ظروف سلبي متعددة أجد بذات الوقت يعني انهيار الليرة عودة التضخم الأوي مشكلة الكورونا ما عم بيصير فيه لقاحات بالعدد الكافي وغياب قيادات لبنانية مسؤولة بالمعنى مسؤولية مضبوطة وعندك حكومة مستقيلة تصرف الأعمال ترفض أن تجتمع حتى لتوقيع مرسوم بشأن الحدود يعني اليوم نحن بلد إذا بدك مش مغطة سياسيا ورسميا وبالتالي اللبناني مكشوف يعني المواطن العادي اللبناني مكشوف بأي معنى يعني بده يدبر حاله بحاله أنا مني طبعا ولد صغير ولكن ما بحياتي حسيت أنه نحن كمواطنين وما عندنا أي نوع من الضغطي لا الأمنية لا السياسية لا الصحية لا الأخري وبالتالي اللبناني اليوم خايف وإذا يكون اللبناني خايف وقلق ممكن يعمل قصص مثل اللي عملها بالسوبر ماركت وغيره يعني مبارح شفنا صور طبعا وغير مبارح بالسوبر ماركت ستدعو إلى القلق والخجل أنا برأيي كمان للخجل لأنه كل لبنانيين ما بحياتنا تصرفنا هايك إذا شو عام يخلينا نتصرف هايك من ما كانوا يكونوا الأشخاص هي الخوف والقلق تجاه المستقبل اليوم اللبناني متشائم وخايف وما شايف بصيص نور وهي دي بتخليك تتصرف بشكل غير منطقي نعم طب أستاذ الويس كيف يمكن التعامل اليوم مع هذا الملف ملف التهريب الذي يبدو فاقعا أكثر من أي وقت مضى بسبب طبعا الوضع الاقتصادي الكارثي في لبنان وبالنسبة طبعا للبنانيين طبعا لبنانيين اليوم تعرفي الحد الأدنى للأجور وصلنا إلى حدود 60-70 دولار نعم تفضل الناتج المحلي الإجمالي في لبنان خسرنا التلتين يعني نحن بوضع فعلا لا نحسد عليه إذن خسارات من جميع الجهات وجميع الأنواع بالإضافة إلى الخوف الصحي اللي هو عم بيزيد من الكورونا وكل يوم في 2000-3000 مصاب بالكورونا بتعرفي لشعب صغير وكذا 40-50 وفات إذن هذه إذا بتجمعيها سوا بيصير في مشكلة نعم نعم أستاذ نعم أستاذ لويس هل تسمعني ما بأس عم تسمعيني لأنه صار في نعم أسمعك هلأ كتير منيح نعم تفضل تفضلي بديقول أنه بلبنان اليوم لعننا ظروف أجت سلبية بذات الوقت كلها سوا يعني تعرفي التعليم بالمدارس في ضياع رهيب اليوم الطلاب قاعدين ببيوتهم الانلاين سيستم ما عم بيمشي كما يجب لأنه عندك الانترنت منه كتير قوية في لبنان عندك الناس منهم بحالة طبيعية الأجور نزلت البضاعة المدعومة عارفين نكلنا أنه لا يمكن أن تستمر يعني الدعم الحاصي في لبنان اليوم غير منطقي يعني الدعم في لبنان يدعم الغني قبل الفقير لأنه الغني ينفق أكثر بكثير من الفقير وبالتالي يستفيد من الدعم أكثر من الفقير الدعم معمول للفقراء ومش للأغنياء إذن يجب تغيير طريقة الدعم وصلنا سنة نحكي عن الموضوع وبعد لهلأ قاعدين عم يتسلوا السياسيين هذا بيقول أنا نعم سيدة البيس أنت تتحدث طبعا هنا نعم عن حلول للوضع الاقتصادي بكل تأكيد لكن ماذا عن ملف التهريب تحديدا الذي يزيد اليوم من أثقال اللبنانيين التي يتحملونها طبعا من أي إجراء قانوني من الممكن أن يتخذ؟ شوفي شوفي طالما فيه فرقات بالأسعار بين لبنان المدعوم وسوريا غير المدعومة أو مدعومة أقل التهريب لا يمكن أن يتوقف بالريبورتاج تبعكم حكيتوا عن سعر تنكت البنزين كيف يتوقف تهريب عبر حدود وقالت لكون الفرق بالأسعار الأسعار الكبيرة مستحيل يعني طالما فيه فروقات في الأسعار وليس هناك خطر في التوجه إلى سوريا التهريب سيستمر مستحيل تسكر الحدود اللبنانية كلها إذن طالما فيه استفادة مالية من التهريب سيستمر الحل الوحيد هو أنه ترشيد الدعم في لبنان ترفع الأسعار شوي تدريجيا لأنه نحن ما قدرين بقى ندعم هالأد وبالتالي عندما ترتفع الأسعار في لبنان تدريجيا تهريب بخف حكما صحيح أنا لا أؤمن أنه فيك توقفي أمنيا وعسكريا اللي يوقفه هو أنه السعر يبطل بطل مفيد لأنه البدي يهرب ليس بس السعر هون والسعر هون فيه النقل فيه الخطر فيه أوقات التأمين فيه بده الوسطاء يعني بدي يكون الفرق كبير لتصير يحرز يهرب وأن الفرق بيصير أصغر ما بتعود تحرز يعني التهريب بتوقفي حقما وأن الأسعار في لبنان ترتفع أو أوقات الأسعار بسوريا تنزل نعم هناك ارتباط وثيق بين كل هذه الملفات للأسف إذن لويس حبيقة الخبير الاقتصادي والمالي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك